اشتركوا في القناة بنتيجة كبيرة وعريضة بسلسة اهداف مقابل هدف والتأهل لمباراة نهائي كأس مصر امام بيراميدز في المباراة التي لم يتحدث موعدها بالتأكيد في ظل مشاركة الاهلي في كأس العالم للاندية وايضا خلال 72 ساعة مباراة القمة مواجهة الزمالك في الجولة الاربعتاشر من مباراة الدور العام ومباراة لها حسابات خاصة الاهلي في الصدارة باكتر من حوالي اربع خمس نقاط عن اقرب المنافسين سواء فيوتشر او الزمالك ولكن بالتأكيد الفوز مهم جدا ومواصلة الانتصارات في البطولة المحلية شيء مهم جدا في ظل حالة اللغة الكثيرة في الساحة الرياضية وعدم وجود ضبط وقرارات لإرساء الاندباط بشكل كبير جدا في الكرة المصرية وفي الساحة الرياضية خلال الفترة الاخيرة حالة مهمة جدا ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقة النهاردة عايز اعرف رأي حضراتكم في اداء الاهلي امام سموحة وكمان رأيكم في مشاركة قهربة للمرة الاولى هذا المسلم تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا عبر الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي نهاية الحلقة بإذن الله هنستعرض اكبر قطر من اراء حضراتكم ومشاركاتكم على سؤال الحلقة لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الاهلي الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك وكمان كولر يترقب موقف المصابين من لقاء القمة وفي ترند العالمي النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نفاس يمكن مباراة اليوم في الدوري المصري النهاردة كان بداية مباراة الجولة الاربعتاشر ويمكن في هذه اللحظات كانت مباراة حرس الحدود والداخلية وانتهت بفوز الداخلية بهدف مقابل لاشيئ وبالتأكيد خسارة للحرس على أرضه طيب في هذه اللحظات بتقاوم مباراة طلاع الجيش والإسماعيلي وبالتأكيد ده نتمنى التفاية رب للفريقين الساعة سبعة بإذن الله مباراة امبي وفيوتشر طيب نروح لمباراة الدوري الإنجليزي ساعة العشرية من مساء اليوم كريستال بالس بيصديف منشستر يونيتد وايضا کأس السوبر الإيطالي الساعة التاسعة من مساء اليوم الميلا بيصديف انتر ميلا نقدر نقول مباراة ديربي كلاسيكو ما بين الميلا سواء الانتر أو IC ميلا قمة الكرة الإيطالية النهاردة في السهرة على كأس السوبر الإيطالي دي كانت أبرز مباراة اليوم سواء المحلية أو حتى الأوروبية نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والكوليس والمعلومات والنهاردة عندنا 3-4 موضوعات مهمين جدا يريد الناس تركز معنا في الكلام اللي جاي ده لأن أكيد مرتبط بأحداث مهمة مقبلين عليها خلال الفترة اللي جاية أهلا بحضراتكم من جديد طيب انبارح الآلي قدر يعمل مباراة كبيرة وفاز على سموحة بسلسة أهداف مقابل هدف وعمل الشوت الأول كان شوت رائع جدا من اللاعبين وتكتك الجهاز الفني والبدء بقهرباء المبركت فيها أكتر من مفاجأة البدء بقهرباء البدء بمحمد فخري في وسط الملعب تغيير طريقة اللعب بدل من 4-2-3-1 كان اللعب بطريقة 4-3-3 وجود المهاجم الوهمي اللي قام به محمود قهرباء بالأمس وبصراحة مبارح مشاركة قهرباء عايز أقول لكم أسعادة الجميع وقبل ما تكون أسعادة الأهلوية جاز الفني نفسه المنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا قال مين ده يا جماعة؟ هو كان فين؟ طب ووقفوا إيه الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله بإذن الله خلال الحلقات اللي جاية عندنا مواقف كتير عن إحكيها بخصوص محمود قهرباء وعايز أطمم كل جمهور الأهلي الأمور الحمد لله بتسير بشكل جيد جدا خلال الفترة اللي جاية وما تركزوش مع أي حد بيتكلم في تفاصيل جانبية لأنه عنده قضايا رئيسية أكيد هتكون محل اهتمام خلال الفترة اللي جاية ولكن مباراة الأمس إيجابياتها في إيه؟ أولا اتأهلت لنهاء كأس مصر مشاركة قهرباء في أول مباراة رسمية للأهلي بعد فترة طويلة جدا بنتكلم يعني حوالي 8-9 شهور بعد آخر مباراة القهرباء مع الأهلي قبل الأعرى إلى الدوري التركي كمان مباراة شارك مع الأهلي ثلاث لاعبين جدد أحدث الصفقات المنضمة للأهلي في انتقالات يناير بنتكلم عن محمد كريستو اللاعب التونسي خالد عبد الفتاح الباكرايت ومروان عطية لاعب وسط الملعب المنطقل من الاتحاد السكندري وبالتالي الإيجابيات كثيرة مش فكرة الفوز والانتصار والتأهل للهائي الكأس ولكن كمان في أمور فنية اتعامل معها مرسل كلر عشان الفترة اللي جاية طيب النقطة الغريبة بالنسبة لمباراة وانتوا شايفين قدامكم الأهداف أسست الأول من قهرباء أحرز الهدف أحمد عبدالقادر الأسست الثاني أيضا من قهرباء أحرز الهدف حمدي فتحي والأسست الثالث من حسين الشحات وكان هدف رائع جدا لمحمود قهرباء يدل على حاجة واحدة بس أن قهرباء رجليه في الملعب جاهز عنده شغف كبير جدا أنه يكون في التشكيلة الأساسية ويقنع كولر في التوقيت ده أن لعب جاي من فترة بعيدة جدا يكون جاهز في التشكيلة الأساسية ويظهر المظهر الرائع في مباراة الأمس ولكن رغم الانتصار والفوز والنتيجة والأداء والتغييرات والتشكيل المبارح فجأت أنه في البعض بيحاول يحمل كولر أخطاء أو مش عارف مواقف غريبة يعني الرجل اللي قد دلوقتي الحمد لله مخسرش ولا مباراة وبإذن الله يا ربنا يكملها على كده على الأقل خلال الفتر اللي جاء لأنه وارد في الكورة على فكرة المكسب والخسارة ولكن شيء رائع في ظل حالة التغييرات اللي في الفرقة بسبب الإصابات وبسبب بعض الإيقافات لكن في نفس الوقت الراجل ماشي بمعدل كويس جدا الناس بتتكلم على أن كولر دايما بيغير في التشكيل أنتوا يا جماعة ما بتتكلموا على أن المدير الفني للنادي الأهل بيغير في التشكيل هل بتبقى دارس كويس قوي الفترات اللي فاتت مين اللي غاب مين اللي رجع مين المصاب ولا أنتم مش واخدين بالكوا أن الأهل بدأ الموسم إزاي ودلوقتي مين غاب عنده فاضطر الراجل أنه هو يعمل تعديلات في التشكيل يعني أنت لما تلاقي الجبهة اليومنا كلها مش موجودة لا أقرم توفيق ولا كريم فؤاد يبقى بالتالي أكيد هيكون في تغيير ما هيعمله طب يعني يخلي الجبهة اليومنا من غير اللعيبة مثلا عشان ما يكونش غير في التشكيل مباراة بارح دي اللي البعض بيروم على كولر اللي بيغير في التشكيل فيه خمس لعيبة أو ست لعيبة مش في التشكيلة الأساسية نتيجة إصابات يعني هو الراجل مش مستبعده مستبعاد فني يعني هو أقرم توفيق روباط صليبي الموسم انتهى كريم فؤاد روباط صليبي الموسم انتهى هيعمل ايه أكيد هيحط حسيني الشحات ومحمد هاني واللي اتنين عاملين الحمد وغير دلوقتي مطشين تلاتة بشكل كويس ونتمنى الاستمرارية طيب في نفس الوقت من تاني غايب سافيو طاهر محمد طاهر محمد عبد المنعم فالراجل بيضطر انه يستخدم البدائل اللي يكونوا ظهرين بشكل كويس فدفع بيه رامي ربيع دفع امبارع بمحمد فخري موجود امبارع احمد عبد القادر وطاهر بقاله اكتر من اربع مطشط غايب ولسه في قيمة مصابين لقدر الله مش عارفين موقوفهم ايه مبارات الزمالك فليه دايما البعض بيحاول يحمل مرسل كولر او ايا كان من المدرب لان نفس المدرسة دي كانت موجودة في بيتس ومسيماني بالمناسبة ولو مش كولر وجيه غيره هي الفكرة مدرب الاهلي انا مش قادر استوعب فكرة هجوم بعض النقاط او محللي الكورة على المدرب النادي الاهلي اللي دايما بيعاني بسبب بعض الاصابات الراجل مقبل على كده وبعدين انت عندك كم الغيابات ده وبتكسب يعني انت الحمد لله اعلى معدل انتصارات من بداية الموسم لغاية دلوقتي ومخسرت شوالة مباراة وعملت عادلات يمكن ممكن تكون افقدتك شوية الصدارة في الاسابيع اللي فات لكن رجعت وعملت ريمونتدك وهيسة جدا وتصدرت الدوري كسبت السوبر المصري اتأهلت ليه الدور التالي في دور ابطال افريقيا عندك كأسة عالم اندية انا خايف خلال يومين الجانين يقولك او يقولك ان كولر يعني التقييم الاساسي ليه مشاركته في كاسة العالم الاندية وكاننا لسه هنقيم تجربة كولر دلوقتي بعد المباراة الصعبة والفترة الاخيرة اللي كان بياخد فيها مباراة اكيد كان فيها تحديات ولسه الموسم طويل فانا مش مش قادر استوعف فكرة النقد لان انا مش شايفه نقدي ايجابي انا شايفه بنحاول قدر ان كان نجد اي مبرر لانتقاط مدرب الاهلي بدون اي داعي وده بالتأكيد بينعكس بالسلبة على الجماهير اللي بتفضل دايما في حالة قلق هل تستوعب الكلام اللي بتقام من قبار محلل الكورة وكانوا نجوم في الكورة المصرية ولا بتبص بعينيها وهي اللي تقايم وتشوف ولا تيرى اراء بعض ان القادر ممكن يكون اراء سلبية لها وجهات نظر الله اعلم قد تكون موضوعية او قد تكون موجهة بشكل اخر فمش عارف المهم الاهلي كسب اتأهل للنهائي هيواجه بيراميدز امتى المعاد لسه حتى الاهل لم يتحدد لنتأكيد بنتكلم في خمس مباراة مؤجلة للاهلي اربعة في الدوري ومباراة في كأس مصر طيب دي كانت جزئة مهمة جدا متعلقة بمباراة الامس والنتيجة والتعليقات اللي ظهرت على اداء الاهلي مع مارسل كولر الحاجة التانية اللي عايز اتكلم عليها بخصوص مباراة سموحة الاهلي مبارح وتحديدا الجهاز الفني بقيادة مارسل كولر عمل شيء اقول مختلف عن الطبيعة لان في الطبيعية يقولك اللعب جاي من فترة اقاف اكيد مش هيكون جاهز ولكن كولر دفع بقهربة من البداية ولعب اكتر من حوالي 60-65 دقيقة في المباراة نتكلم على معدل كويس جدا ده معناه ان الراجل مقتنع جدا بامكانيات قهربة وفكرة انه ما يبدأش بشاد حسين ولا محمد شريف ويجيب قهربة اللي بعيد تماما عن الملعب وكمان كولر لما جيه ما كانش قهربة اساسي وما كانش بيلعب وكان جاي من الدورة التركي وكان عنده مشكلة فبالتالي ده اندل على شيء بتدل ان فيه مدرب عنده ثقة في امكانيات اللاعب واكيد هو حريص ان القهربة يكمل واكيد دي رسالة للبعض اللي اللي لازم يقرأ يقرأ المشهد كويس لما المدير الفالي للنادي الاهلي يجيب لعيب بقاله فترة بعيدة عن المباريات بقى الراجل عايز يعتمد عليه يبقى مش فكرة اللي انت بخلي اللاعب بس بيقبض مرتب عشان بتغيز حد ولا بتزعل حد ولا بتدايا حد لا دي رؤية جهازة فني مدرب عايز اللاعب ومقتنع بامكانيات قهربة فبالتالي الفكرة الاهلي ما بيبصش لاي تفاصيل تفهأ ممكن البعض يفكر فيها لا دي وجهة نظر فنية وانه كولر يدفع بقهربة من بداية مباراة مبارح ده معناه ان هي رسالة مهمة جدا لكل واحد بيقولك هو الاهلي مخلي قهربة ليه هو قهربة بيلعب ليه ما يبطل ويعتزل اعتقد مباراة الامس يعني قد اكبر دليل على كم الافتراءات والمهاطرات اللي صدرت خلال اخر ست شهور تحديدا من جهة بعض الاعلام المنافس ضد قهربة وضد الاهلي في الفترة الاخيرة وبرضه بأكد ما تصدقوش وما تسمعوش لأي مهاطرات بتتقال في مستقبل اللاعب خلال الفترة الجاية كل شيء مدروس بالتأكيد لمصلحة الاهلي ولمصلحة اللاعب لان اللاعب حالين خلاص اصبح على زمة النادي الاهلي فيه عضايا تانية اهم اعتقد هنتكلم فيها وهم بيحاولوا القدر الامكاني يشتتوكوا شوية ويبعدوكوا عن موضوعات حيوية ومصيرية خلال الفترة اللي جاية اروح لموضوع تاني وده موضوع اندل على شيء بيدل بقى بجد يعني ايه النادي الاهلي خلال التمانية واربعين ساعة اللي فاتت حضر وفد من الاتحاد الافريقي وعدد من خبراء الكورة من الاتحاد الدولي خبراء اللاعبة من الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا جم اول امس الى مصر حضروا يوم الاثنين امبارح الثلاث كانوا في زيارة الاستاذ القاهرة الدولي وزاروا بعد الفنادق اللي بيقيم فيها الاهلي او الفرق المنفسة اللي هتحضر مع الاهلي في المباراة الجاية والنهاردة هم زي ما انتم شايفين ده اجتماع مع المهندس خالد مرتجي عضو او امين صندوق مجلس دارية النادي الاهلي ودكتور محمد سراج عضو مجلس الادارة والمهندس احمد حسام عوض عضو شركة الكورة في النادي الاهلي وقدمكم الوفد لو هنحاول كده نقول لكم مين الوفد اللي موجود لان الصورة دي لأول مرة بتظهر على الشاشات لان الناس بالتأكيد كتعايزة تعرف ايه موضوع السوبر ليج دور السوبر الافريقي اللي هو الاختصار بتاعه يكون اس ال الناس كتفاكرة ان هو عيب تبع الاتحاد الافريقي لا الموضوع مختلف دور السوبر الافريقي هيكون من خلال جهة معينة بتتبع الفيفا والكاف لإقامة وتنظيم المسابقة طيب قدامكم في الحضور لو نرجع للصورة تاني عشان ااكد بس مين اللي موجود والضيوف اللي موجودين لان النهاردة حاضر اتنين مهمين جدا في زيارة خاصة للنادي الاهلي والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي لما اختار ممثل من مصر ما اختارش الا الاهلي بس لأسباب هتيجي حلقات جاية الفترة جاية وهستعرض ليه اختاروا الاهلي بصوا جماعة اللي على شمال دكتور محمد دا سراج دا السيد محمد دا سيدات طبعا الصورة هتيجي دلوقتي وإحنا مع بعض ونشرح بالضبط موانس خالد مرتاجي دكتور محمد دا سراج لأستاذ احمد حسام عوض نوقف الصورة هنا اول شخص موجود على طرف المكان دا الايطالي دوتشي تيكاتي احد المنظمين لبطولات الاتحاد الدولي في السنوات الاخيرة ومدير اللجنة المنظمة لكأس أمم أسيا في الصين عشرين تلاتة وعشرين واتدامنا كمان لوكا بيزاري خبير إعلام ووصانة محتوى رقمي المهندسة حنان الزيني مديرة اللوايح والترخيص في النادي الاهلي على الجانب الآخر هتلاقوا بقى الاستاذ محمد سيدات الموزنبيكي الهو اول واحد في الصف هناك بنضارة الاستاذ محمد سيدات دا رئيس لجنة الترخيص الاندية والمسابقات والملاعف في الاتحاد الافريقي احد الاهم الكوادر في الاتحاد الافريقي لقرة القدم ثم باقي الوفد كلاوديو زانيكا ماسيو دي وفد مهم جدا لشركة دوري السوبر الافريقي في تفاصيل كتيرة جدا ولكن في الحلقات اللي جاية هكشف عن مفاجآت ليه اختاروا الاهلي ودور السوبر هيبدأ امتى وهيبقى نظامه ايه اخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد والمزيد ولكن بعد الفاصل مفاجأة من العيار الثقيل اهلا بحضراتكم من جديد طيب اللقطة اللي جاية معنا دي بقى لقطة VAR لقطة VAR تانية خالص انتوا دائما عارفين ان الفار بيبقى دوره في التسعين دقيقة لكن احنا جايبين لكم لقطة VAR حصلت بعد التسعين دقيقة وقبل ما تتلعب التسعين دقيقة ممكن الناس تقولي ايه عم يا فزورة لقطة VAR ايه اللي ممكن تحصل بعد التسعين دقيقة وقبل التسعين دقيقة ما احنا عارفين ان حكم الفار البروتوكول بخلالي التسعين دقيقة لا احنا نهاردة جايبين لكم لعطة مختلفة تماما بحيب اركز دايما كده في الكواليس اللي ما بين السطور او في التفاصيل اللي البعض ممكن بياخدش بالو منها لان التفاصيلة اللي هتتعرض في لعطة الفار اللي جاية ده اهداء مني ومن أسرة برنامج التريند ومن قناة النادي الاهلي لمارك كلاتنبرج الخبير الانجليزي المسؤول عن ملف التحكيم في القرى المصرية لانها لقطة فار ما ينفعش تعدي حصلت بعد التسعين دقيقة وفيها الكواليس قبل التسعين دقيقة تعالوا نشوف المحادسة ولقطة الفار دي لان فيها تفاصيل ويريد تركزوا وتسمعوا كل كلمة كويس قوي عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل في غرفة الفار يلا بنا لكن ارجع للسؤال نفسه بقى ليه ما طلبتوش حكم اجنبي بينما طلبتم حكم اجنبي في الدوري قدام الاهلي ما انا بقول لك هو ما طلبناش حكم اجنبي يعني الحكم اللي كان موجود هو حكم مريح بالنسبة ما انتم ما كنتوش عارفين غير مبارح زينا ما عارفنا مبارح لما كانش فيه وكانش فيه وكانش فيه وقت عزيز ان اجيب حكم اجنبي بس ماتش الكاس ده بيتحدد من قبلها بكتير الموت في نفسه اه بس عايزت عايز تاخد مني اجابة عايز الاجابة الحكم ده اهداء مني لماركت لاتنبرج ليه ما طلبتوش حكم اجنبي بينما طلبتو حكم اجنبي في مباراة الدوري مع الاهلي على فكرة مش قصتي يطلب ولا ما يطلبوش ده حاجة رجع لهم هم ممكن شايفين مباراة الاهلي بالنسبة لهم فيها حساسية ومباراة مهمة والمباراة التانية مثلا ما تستهلش فده رأيهم ده وجهة نظره قرارهم هم ما مناش علاقه بيه ولكن اجابة هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيرامدز قال ايه قصد الحكم اللي كان موجود مباراة حكم مريح بالنسبة لنا اه طبعا محمود البنة من افضل حكم مصر وحد يقدر يعترض على ده وموضوعي كمان هنا مليش لقب محمود البنة اطلاقا قالك ايه حكم مريح طب هاني الزميل العزيز هاني هتحو تسأله سؤال مهم جدا قاله ماشي اوكي بس انتوا قلتش تعرفوا مين الحكم إلا امبارح إلا امبارح فهاني سعيد ضحك قاله اصلا ما كانش فيه وقت تجيب حكم اجنبي فتسأل سؤال تاني مهم جدا قاله يعني ايه بالعكس ده المباراة متحدد معادها من فترة اتحاد الكورة حدد يوم 2 يناير موعد مبارتي الكأس الزمالك وبرامدز 16 يناير والاهل واسموحة 17 يناير يعني من يوم 2 يناير ل 16 يناير عندك 14 يوم فحجة الحكم الاجنبي مش موجودة خلاص عندك مساحة وقت تطلبه ولكن لما تقول اصلا ما طلبتش لان الحكم اللي جالي حكم مريح فبا انت عرفت منين اللي هو اللي جاي مين اللي قالك انه هو اللي جاي مش بقول لكم لقطة دفار مهمة جدا فيها تفاصيل بعد التسعين دقيقة وفيها كواليس قبل التسعين دقيقة نسمحها تاني لان التفاصيل دي واللقطة دي هنبني عليها حاجة كتير اول فترة اللي جاية لان اللي كان بيحصل في عهد اللجنة السابقة مع عصام عبد الفتاح يبدو انه بيحصل مع الناس اللي شغالة مع ماركت لاتنبرجو والرجل مش عارف عشان كده انا باهديه الفيديو ده نسمعه تاني لانه بصراحة ما تعديش لكن ارجع للسؤال نفسه بقى ايه السؤال الحاجة ليه ما طلبتوش حكم اجنبي بينما طلبتم حكم اجنبي في الدوري قدام الاهلي ما انا بقول لك هو ما طلبناش حكم اجنبي يعني الحكم اللي كان موجود هو حكم مريح بالنسبة ما انتو ما كنتوش عارفين غير مبارح زينا ما عارفنا مبارح ما اللي كانش فيش وكانش فيه وقت عازف ان اجيب حاجة مع اجنبي بس متش الكاس ده بيتحدد من قبلها بكتير الموت في نفسه ها بس عايزت عايز تاخد مني اعني اجابة عايز الاجابة الحقيقة واضحة اوي انهما كانوا عارفين من بدري احنا عارفنا ليلة المباراة وقال هالو قالوا احنا لسه عارفين قبل المباراة وانتو ما عارفتوش الا زينا فالتاني دحك يعني واضحة اوي واضحة اوي يا مارك كليتنبرج يا اتحاد الكورة هو لسه فيه تواصل بيحصل مع بعض الاعضاء في لجنة الحكام ولا مع مين في مجلس دارة اتحاد الكورة هو بيتم عرض اسماء الحكام على بعض الاندية للاختيار عايزين نفهم فاكرين الجملة الشهيرة جبت له الحكم اللي بيحبه بتتقرر تاني بس بشكل تاني ازاي وليه وعشان ايه هو الاهل لما بيطلع قرار او لما بيعترض على اخطاء تحكمية والسنة دي فيه اخطاء تحكمية بالجملة ولكن الاهل عايز خبير اجنبي عشان جزئية التواصل محدش يتصل بحد انت لما بتعترض كنادي وتقدم احتجاج حقك تقدم احتجاج واللجنة تناقشه يتوافق وتشوف ان الحكم اخطأ وتستبعده يترفضه لكن محدش يختار حكم حتى لو الحكم ده رقم واحد في مصر شوف وصلت لفين حتى لو الحكم ده رقم واحد في مصر لان انت هنا لما الحكم يشوف ان الضغوط بتاعت الاندية بتمارس بهذا الشكل على لجنة الحكم واللجنة بتستجيب طب الحكم يعمل ايه في المباراة بقى يعني ايه المطلوب من الحكم بعد كده لما يشوف لجنته ضعيفة بالشكل ده قدام الاندية ولسه بتختار يعني لغاية دلوقتي لسه فيه اندية بتختار موالك ايه هو حكم مريح طب انت هتعرف انه هو حكم مريح ما احنا الاعلان كله تم قبل المباراة بحوالي 18-19 ساعة قالك لا اصلا ما كانش فيه وقت ما فيش وقت ايه يا كابتن هاني ده المعاد متحدد من 2 يناير لو عايز تجيب حكم اجنابي عندك 14 يوم ما فيش وقت فين ولا انت تقالك وتقالي غيرك محمود البنة حكم كويس رأيك ايه اه هو بيرتح له واحنا اكيد بنحترم الكابتن محمود البنة الموضوع بعيد تماما عن محمود البنة وبعيد تماما عن الزمالك وبرامدز بالمناسبة كل نادي بيدور على الطريقة والاسطوب اللي ممكن يلعب بيه ويكسب بيه حقه لكن لجنة الحكام ايه دورها ماركت لاتنبرجي مين الناس اللي شغال معاه ويحصل فيه تواصل وقبل كده كان خرج رئيس نادي منافس وقال لك انا اتصلت بتوفيه السيد وقالت له وعيدت له وزدت له يا جماعة الكلام اللي بتقال ده قصما بالله بيلغي مسابقات فين الشفافية فين معايير النزاه الرياضية انتوا جماعة بتحذروا ولا بتتكلموا بجد الكلام ده بيحصل ازاي انا مش قدر استوعبه وبعدين كمان اعرف ان الكابتل محمود البن لما تم اختياره لإدارة هذه المباراة ودي معلومة ما انا وصف منها كمان اختار المساعدين والحكم الرابع ودي حاجة مش وحشة بالعكس بالمناسبة ده حاجة كويسة جدا ده حصل مع امين عمر لما سافر تونس كان الاتحاد التونس اختار امين عمر وامين عمر اختار المساعدين والحكم الرابع لكن في دي كمان البنة عمل نفس الكلام وهو اكيد شايف فيه ضغوط فعايز يجيب ناس يصق فيها عشان يطلع بالمباراة لبرى الامان وهو حكم رقم واحد في مصر وكل الضغوط دي حواليه ولما يسمع ان فيه نادي انا بارتح له او فيه نادي بيرتح لك ونادي تاني ارتح لك يعني الناديين مرتحين للحكم هيعمل ايه فيبقى فيه ضغوط كبيرة فبيختار المساعدين اللي يشتغلوا معاه في المباراة والنهار ده حتى هو محمود البنة موجود في مباراة التراجي والصفاقس في الدوري التونسي انا مش قادر استوعب الكلام اللي بيتقال ده ازاي عدي انا بحب اركز دايما في الكواليس اللي ما بينه السطور وهاني هاني هتخد زمننا الاعلامي من افضل الناس اللي بتعرف تسأل اسئلة مهنية وسأل سؤال اكيد عنده معلومة لان السؤال كان واضح وصريح واجابة بدحكة من المدير الرياضي البرامدز بيأكد نفس المعلومة وبالتالي اعتقد الصورة واضحة وده اهدأ مني لماركت لاتنبرج ولمجلس ادارة اتحاد الكورة برئاسة الاستاذ جمال العلاب الكلام ده ما ينفعش يا جميع اخذ حالات اللي حصل في اجتماع ربطة الاندية والاتحاد الكورة مع اللجنة حصلت لقطة طريفة قوي الاستاذ احمد دياب قال مشاكلنا في الدوري دايما التحكمية بتبقى اكتر من حكام الفار تخيلوا يردوا عليه مين يرد عليه الكابتن ماجد رزق وقال اصل السبب ان الموسم اللي فات ما كانش فيه قصص ومعايير وكاد فيه تعليمات غلط مين الكابتن ماجد رزق ده عضو لجنة الحكام الرئيسية اللي كانت موجودة الموسم الماضي يعني باعتراف عضو اللجنة ان الكوارس اللي احنا فيها دي بسبب الموسم الماضي فيه عهد صام عبد الفتاح وما كانش فيه قصص ولا معايير وكاد بتتقال تعليمات غلط عرفته التحكيم اخر سنتين تلاتة راح في ده يا ليه بسبب كلام ماجد رزق اللي كان مسؤول وحاليا مكمل واجابة واضحة جدا للسيد احمد دياب رئيس ربطة الاندية اعتقد ما فيش كلام اقدر اوصف بيه الحالة اللي احنا وصلنا لها والكلام اللي بنسمعه في القرى المصرية اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونستكمل بقى فقرات الترند ونشوف ازاي الاهلي باستعد لمواجهة الزمالك اهلا بحضراتكم من جديد طيب النهاردة كان فيه تدريب صباحي لفريق النادي الاهلي ويمكن على طول كده العجل ابو الدور مرسل كولر يمكن استقنف التدريبات النهاردة عقب مباراة تصموحة استعداداً لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي الساعة تمانية ونصف مساء بإذن الله التدريب النهاردة كان الصبح لملعب التيتش والجهاز الفني قارر مواصلة التدريبات بدون راحة بعدما الفريق حقق الفوز على سموحة بسلاسة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس مصر السويسري مرسل كولر المدير الفني عقد محاضر لللاعبين قبل أن تؤدي مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية وفقاً للبرنامج التدريبي خراس المرمى خضوا مراناً قوياً تحت إشراف ميشيل يانكون قبل أن يقوم الجهاز الفني بإجراء تأسيمة قرة قوية بمشاركة اللاعبين يمكن طبعاً ما فيش تفاصيل أكتر من كده عندنا مباراة صعبة جداً جداً بالمناسبة مباراة سموحة أتمنى الكل يقفل الحديث عنها وخلاص المباراة انتهت بكل أحداثها نقفل بقى عن القصة دي قهرباء لعب جاب أهداف الموضوع انتهى صفحة وتقفلت أحلى ما كسبناش بطولة دي مباراة في مباراة كأس مصر مباراة الزمالك اللي جاء مباراة صعبة فري الزمالك أياً كانت نتائجه في الدوري ليست مقياس لازم نضع في حسابتنا للمباراة صعبة وبلاش حالة التفاقل الزائدة عن الحد سواء من الجماهير أو من السوشيال ميديا أو من البعض اللي بيحب مثلاً إيه يعمل مثلاً مكيدة فيه جماهير الفري المنافس لا يا جماعة الكورة ملهاش كبير الكورة ملهاش كبير ممكن تكون كسبان الدوري وفرق عشر النقطة وتجي تلعب آخر مباراة في الدوري مع الزمالك تخسر فمباراة صعبة جداً وكمان الظروف اللي عندنا قبل هذه المباراة بتزود المباراة صعوبة الإصابات كتيرة جداً والغاية للحظة دي ما حدش عارف مين اللي هيرجع تبتكلم في السلية وحمد فتعي اتنين وسط ملعب تتكلم في محمد عبد المنعم محمود متولي اتنين مساكين يعني تبتكلم في خط كامل اتنين مساكين اتنين وسط دفاع بنتكلم في سافيو وطاهر تبتكلم في ست سبع لعيبة ولسه بيرس التو مش عارف هيرجع ولا مش هيرجع الصفقات الجديدة لسه دخل اخر تلت ساعة في مباراة سموحة فالموقف صعب جداً وقبل مختم ده وروح بقى لترند الاهلي بصراحة اتمنى اتمنى يبقى فيه كشف على المنشطات في هذه المباراة بشكل اوسع لما بتشوفه نهايات افريقيا او مباراة نهايات كأس عالم ممكن بيبقى فيه اجراء كشف ومنشطات على اتنين تلات اربعة لعيبة اتمنى ده يحصل سواء قبل المباراة او المباراة على لعيبة الاهلي ولا لعيبة الزمالك عايزين نشوف مسابقة نظيفة الفترة الاخيرة بحالة الجدل اللي موجودة اتمنى الفترة الجاية وعندنا مباراة اهلي وزمالك مايبقاش فيها هزار واجراء كشف ومنشطات بشكل دقيق جداً من قبل المنظمة المصرية المسؤولة عن هذا الموضوع طيب نروح بقى لترند الاهلي والسوشيال ميديا بالتأكيد ومنصات التواصل الاجتماعي كان عندها كلام كتير جداً في الساعات الاخيرة بخصوص كيف يستعد الاهلي لمواجهة الزمالك وابرز الغيابات اللي ممكن تكون موجودة خلال الفترة اللي جاية نبدأ مع بعض بسرعة من الوطن سبورت كولر يترقى بتقرير ابو عبلة لحسب مشاركة السوداسي المصاب طاهر محمد طاهر برسي تاو عبد المنع السلية برونوسافيو حمد فتحي وكمان نضيف على ده كمان ياسر إبراهيم اللي تأكد كمان غيابه عن مباراة الزمالك نتكلم في عبد المنع ومتولي وياسر إبراهيم تلاتة من أصل خمسة في خط دفاع النادي الأهلي بخلاف السلية وحمد فتحي موقف صعب جداً طيب نروح كمان لحساب في الجول خبر في الجول لم يشارك الخماسي عمر السلية ومحمد عبد المنع وحمد فتحي وبرونوسافيو وياسر إبراهيم في مران الأهل الجماعي اليوم الثنائي حمد فتحي وياسر إبراهيم خضع لجلسة علاق طبيعي وعبد المنع بواصل التأهيل الأهل يتعامل مع الأمر بحذر يومياً يوماً بيوم مع اللاعبين قبل القن كل الأخبار والمنصات هتتكلم على حجم الإصابات اللي في الأهل يلا كورة مصدر ليلا كورة محمد عبد المنع اكتفى بتدريبات في الجيم على أن يتم تقييم حالته في تدريبات غداً الخميس الوقت دي وصعبه للأسف الإصابات يمكن ضربة معظم التشكيل الأساسية اليوم السابع طبيب الأهل يجري آشعة لحمد فتحي اليوم لتحديد موقفه من مباراة الزمالك ألف مليون سلام على حمدي وعندي رسالة مهمة جداً لحمد فتحي والله العظيم من أول تاكلينج واحتكاك ما بين حمد فتحي ولعب تسموحها كنت حسن يبقى فيه صاد حمد مباراة كان بلعب بحماس شديد قوي ورسالتي ليه العب بحماس وبرجولة وده شيء مهم جداً وده معروف عن شخصية حمد فتحي ولكن في نفس الوقت خاف على نفسك وحاسب بشكل مهم جداً عشان لك قدر الله ما يبقاش فيه إصابة تبعدك لفترات طويلة جداً مهم جداً الحماس واللعب بجدية وبرجولة لكن في نفس الوقت اللعيب الزكي يقدر يحافظ على نفسه من أي إصابة أو أي احتكاك ممكن يعرضه لأي إصابة طيب أروح كمان لحساب كورا بلس شقوق حول لحق حمد فتحي مباراة الزمالك في القمة طولكم النهاردة كل المواقع بتتكلم على حالة المصابين وبنتكلم خلاص 72 ساعة على مباراة الزمالك طيب نروح بقى لحساب الرسم للفيفا على تويتر ونشره عن الأهل قالوا أكثر فريق عربي وإفريقي تعاقب على منصات التتويج لكأس العالم للأندية فيفا ثلاثة ميداليات برونزية وسبع مشاركات والتمنى كمان بإذن الله بعد أسبوعين وفيها ثلاثة من نجوم الأهلي النادي الأهلي عمل إعادة تغريد للتويتر الخاصة بالحساب الرسمي للفيفا وكتب النادي الأهلي عبر حسابه متبقي من الوقت 13 يوم يعني بنتكلم خلاص المدة الرابط والأهلي يمكن بنسبة كبيرة هيسافر يوم 29 يناير بنسبة كبيرة كمان حسب المعلومات اللي جاتلي من المغرب بعد التواصل مع اللجنة المنظمة إن الإقامة هتكون في تطوان والتدريبات هتكون على ملعب سنية الرمل في تطوان وده ملعب أحد الأندية في مدينة تطوان والمغرب التطواني وكمان هتكون المباراة في تنجة والمسافة بين تنجة وتطوان بنكلم في حوالي 60-63 كيلو متر الأهلي وأوكلاند هيكونوا مقيمين في تطوان والتدريب في تطوان ولكن ليلة المباراة هيكون الفريق في تنجة استعدادة لمواجهة أوكلاند سيتي في اليوم التالي يوم 1 فبراير الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة آخر حاجة معايا في تريند الأهلي وحسب بطولات والصفقة اللي بعض مبارح تحدث عنها وتكلم عنها بشكل كبير خاص لبطولات تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرازيلي جوستافو وناديئ الكوري ده تبقى للأخبار اللي كانت مكتوبة بالأمس الأهلي قدم عرضة بقيمة مليون و300 ألف دولار ورصد لللاعب مليون و400 ألف دولار اللاعب يرغب في الحصول على 2 مليون و350 ألف دولار الأهلي يحاول إقناعه بتخفيض مطالبه حال الفشل سيتم التفاوض مع بديل حدده مارسل كولر لا تعليق ولكن بالتأكيد حينما تتم الصفقة بشكل رسمي النادي الأهلي سيعلن كل التفاصيل الخاصة بالمهاجم الأجنبي اللي مبارح مارسل كولر اتكلم وقال في اتفاة تم مع الإدارة بخصوص هذا الموضوع خلال الفترة جاية وقبل نهاية الشهر هيكون فيه مهاجم أجنبي في صفوف النادي الأهلي أخرجوا لفاصل وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند طيب الجزء الأخير من برنامج الترند ونجري بسرعة عشان وقتنا للأسف بينتهي بسرعة نروح للترند المحلي والمصر الرياضي بيقوله خاص للمصر اليوم حكم تيشيكي يدير مباراة قمة الزمالك ضد الأهلي ويعاونه طاقم بولندي أنا بحذر من دلوقتي عن هذه الفكرة يعني أنا مش فاهم كلاتنبرج حتى في مباراة السوبر جاب طاقم تحكيم برتوغالي يعام عندك حكام وميازين وحكام نغبة ما أنت في مباراة بيراميز جبت طاقم تحكيم نهائي كأس العالم الحكم والمساعدين وحكام الفار ليه في مباراة القمة منجيب حكام يعني مش فاهم إيه الفكرة فيها مجاملة حد مثلا ولا إيه الموضوع أنا مش فاهم ليه حكم تيشيكي لو كلام صح يعني الكلام ده لو حصل أنا وهو بحذر من دلوقتي ليه تيشيكي ومساعدين من بولندا ما تجيب طاقم من دولة كبيرة وحكام كان موجود في كأس العالم وعندنا أسماء كتيرة أتمنى أن اللجمة تركز في الجزاية ديني بجد لو حصل ده وحصلت مشاكل تحكمية الموضوع مش سهل جدا على أي حد مسؤول في لجنة الحكام عندك مباراة بيرامتز جدا حكا من أي كاس عالك الخبر ده لو صح ليه تيشيكي ومساعدين بولنديين مش فاهمها طيب حساب بطولات اتحاد القرى يوضح لبطولات موقف الأهل القانوني من مشاركة تقارب الموقف قانوني وسليم بنسبة 100% وطبقا لللوايح والشروط الموجودة في لوائح الاتحاد الدولي وحتى اتحاد القرى لو حط سطر أخير طبقا لللوايح والقواعد والسطر اللي بيقول يشارك طبقا لخطاب الاتحاد الدولي الموضوع مقفول ومنتهي بس الناس عالسة تخدقوا لأضايا فرعية ملاش لازمة لأن في أضايا رئيسية عند النادي المنافس طيب نروح بقى لتوقعات الناس على أو أراهم في أداء مباراة الأهل واسبوحة وكمان مشاركة كهرباء والستاذ محمد عبدالفتاح بيقول أداء سلس وسريع مفيش مركزية بين اللاعبين الضغط العالي من أول المتش هنجرب سرعة في أراء الناس يمكن أن أستاذ عبدالله ردوان بيقول مساء الخير يا أستاذ محمد أداء أكثر من رائع كهرباء لاعب تبير جدا يستحق كل الخير والمساندة نحن في ظهرك استمر اجتهد اعمل بجدية خلفك شعب الآلي سير ونحن في ظهرك رسالة واضحة جدا أستاذ أحمد بيقول أداء رائع ورجولي من اللاعبين وأداء كهرباء ممتاز وإن شاء الله يستمر ويبقى أحسن من كده ويكون البطولة أو تكون البطولة من نصيب الأهلي إن شاء الله قادر إن كان حاولت بس أخذ بعض الآراء من كل الناس اللي شاركت معنا في السؤال النهاردة لكن للأسف وقتنا كالعادة بيجري بسرعة إن شاء الله بإذن الله دي الأهلي يكون موفق في مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت إلى هنا تنتهي حلقة اليوم ببرنامج التريند غدا أو الأسبوع القادم بإذن الله يوم السبت نلتقي وحلقة جديدة من التريند شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء